أمت الله من الشارق بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للغيبة تقول يعني نحن كنا نغتاب الخادمات نغتاب كذا تقول تاب الله علينا كيف نتحلل و نحن ما يعني نعرفهم و شيء من هذا القبيل أو ناس لا نعرفهم و لا نحصيهم أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة للغيبة لا شك بأنها من كبائر الذنوب الله جل وعلي يقول ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه نبي عليه الصلاة و السلام نهى عن الغيبة فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته و إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته و لذلك الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره هذه الغيبة و بالنسبة للتحلل أولا الإقلاع عن الذنب الإقلاع عن الذنب يعني الإقلاع عن الغيبة الثاني الندم على ارتكاب هذا الذنب الثالث العزم الأكيد على عدم العود إلى الغيبة و ذلك ببذل الأسباب و بسد و حسم الطرق التي تؤدي إلى الغيبة المسألة الأخرى الاستغفار لمن اغتبته اللهم اغفر لي و لي أختي أو تقول اللهم اغفر لي و لمن اغتبتهم إذا كنت ما تعرفينهم و إذا كنت تعرفين فلانا اللهم اغفر لي و لي أختي فلانا يكفيك هذا ما يلزم أنك تروحين تخبرينها و تقولين لها حتى لو كانت موجودة أو تعلمينها لأن هذا في الغالب يغر الصدور قليل من يتحمل مثل هذا الشيء قليل يعني لو جيت إلى شخص بريء مثلا بينك و بينها علاقة و بينك و بينها مودة و فاجأتيها و قلتي له والله سامحيني أنا أمس حشيت فيك مثلا حشيتك و تكلمت فيك و اغتبتك و ماذا تتوقعين يعني يمكن تسكت لكن قلبها يغلي عليك فما في داعي أختي الفاضل الإنسان يروح يقول للناس تراني اغتبتكم لا ينتبه يقول اللهم اغفر لي و لي أخي و أيضا يدعو لها تدعيل لهم و أيضا تذكرين محاسنهم هذا من كمال التوبة هذا ليس من شروطها من كمالها أنك تقولي و الله فلانا طيبة فلانا خيرا فلانا كذا تثنين عليها